سنأخذ هنا كسرولة إناء يضع على النار سأضيف تقريبا كوب كبير ممتلئ من الماء دائما الكيميا التي سوف تكفينا كما قلت لكم بالنسبة لهذا الكيراتين الذي سوف نقوم بتحضيره سوف نضيف كذلك بعض الأعشاب التي سوف تعطينا تقوية للشعر وأيضا تعطينا كتافة وتعالج كل مشاكل الشعر أنا لدي هنا الورد الجاف سأقوم بإضافة كمية من الورد الجاف كذلك سوف أضيف هنا ملعقة أيضا من مطحون السدر أو راق السدر يمكن أيضا إذا كنتم تتوفرون على أوراق السدر غير مطحونة ممكن إضافتها يعني جميع الأعشاب التي قد تصلح لأشعر يمكن تطبيقها أو وضعها في هذا الكيراتين أو هذه الوصفة سأضيف هنا كذلك مقدار ملعقة صغيرة من القرفة أو الدارسين سواء أكانت على شكل فودرة أو أعواد أنتم استخدموا ما هو متوفر لديكم ممكن أيضا إضافة الريحان أو كذلك الروزماري يعني جميع الأعشاب التي تعمل على تقوية الشعر يمكن استخدامها حتى كذلك حبوب الحلبة فهي رائعة رائعة تعطي ترطيب وتنعيم للشعر كما ترون بعد أن قمت بوضع كل هذه المكونات الآن سوف أضع الكاشرولة أو هذا المزيج على نار هادئة إلى غاية ما يصل إلى درجة الغليان بعدها سنقوم بإزالته وتصفيته كما ترون أضع الكل على نار هادئة بطبيعة الحال ضروري أن تقوموا بتحريك المزيج جيدا حتى يصل إلى درجة الغليان بعد ذلك سنقوم بإطفاء النار كما ترون بعد أن قمت بغلي كل المكونات سوف نأخذ كوب وسوف نأخذ مصفات وسنقوم بتصفية المزيج نأخذ فقط الماء لأن هذه المكونات كلها ستعطينا ترطيب وكذلك تكتيف وتقوية الشعر لمن شعر واحدة كذلك يتساقط فهذه الوصفة رائعة بعد ذلك سوف نأخذ هنا إناء مناسب تأخذون الشوفان أو رقائق الخرطال فهو له اسم بالشوفان وكذلك الخرطال أنا لدي هنا مطحون من قبل أنتم يمكنكم إذا كنتم تتوفرون عليه غير مطحون يمكنكم وضعه مع الماء أو مع هذه الخلطة ثم تقومون بطحنه في خلات كهربائي كما يمكنكم الاعتماد على الطريقة التي سوف أقوم بتطبيقها أنا لدي هنا يعني الشوفان لدي مطحون المكون الآخر الذي سوف أضيفه إلى مطحون الشوفان هو الآخر مرطب مناعم للشعر يعطيه كذلك كتافة تقوية ويعالج حتى قشرة الشعر لدي هنا الخميرة خميرة الخبز سواء التي تكون على شكل حبيبات أو التي تكون على شكل عجين لأنها كذلك رائعة في ترطيب الشعر وأيضا تقويته نخلط جيدا سوف تدوب لدينا هنا الخميرة كما تلاحظون سأقوم بالخلط جيدا حتى لا تبقى تلك الحبيبات بعد ذلك سأضيف أنا هنا مطحون الشوفان هذا الكيراتين كما قلت لكم رائع وسحر ممتاز رائع للشعر ترطيب الشعر تغذيته علاج حتى التقصص لمن شعرها خشن استخدمي هذه الوسفة لأنها رائعة وممتازة يمكن حتى للأطفال الصغار استخدام هذه الوسفة فهي آمنة 100% وليست لها أي آتار جانبية بالعكس لها سوائد رائعة سوف أستخدم هنا ملعقة من الخشب حتى يسهل تدويب الخميرة جيدا بعدها سأضيف الشوفان سأضيف الشوفان تدريجيا وأخلط أدمج حتى نتحصل على القوام الذي نريده ونخلط جيدا كما تلاحظون بعد أن قمت بالخلط وقمت بإضافة الشوفان تدريجيا وبدأت أخلط جيدا وبدأت أخلط جيدا حتى أصبح لدي الخليط بهذا القوام كما تلاحظون حصلنا على قناع لتنعيم الشعر الآن هذا القناع سوف يعطيكم تغذية للشعر ومنع تقصفه والتقليل من هيشان الشعر إعادة كذلك الصحة والحيوية واللمعان إليه حيث أنه يحتوي على مكونات هامة مثل الخميرة والشوفان وبعض الأعشاب التي كما رأيتم قمت بطبخ بعض الأعشاب وقمت بإضافتها لهذا القناع سيعطينا نتائج رائعة رائعة جدا هنا لمن تريد إضافة أي زيت متوفر لديكم يعني إذا كنتم تتوفرون على زيوت مثل زيت اللوز زيت كذلك جوز الهند حتى زيت زيتون زيت أرغان يعني جميع الزيوت المفيدة للشعر يمكنكم استخدامها في هذا القناع أنا سأضيف هنا كمية من زيت اللوز الحلو أنتم أضيفوا أي نوع زيت متوفر لديكم كما قلت لكم ولو كان زيت زيتون أضيفه أو زيت المائدة الذي نقوم بالطبخ به كذلك هو أو ما يسمى بزيت دوار الشمس رائع ممتاز في ترطيب الشعر وأيضا في علاج كل مشاكل التقصف بالنسبة لهذه الوصفة بتعتبر كيراتين كما تلاحظون طبيعي 100% يعطيكم نتائج رائعة بالنسبة لطريقة استخدام هذا القناع بطبيعة الحال دائما على شعر يكون نظيف من الأحسن أن تقوموا بأول خطوة وهي غسل الشعر جيدا وتجفيفه كذلك نقوم بتنقية فروة الرأس حتى لا تكون بها قشرة أو زيوت أو كريمات بعد ذلك تقومون بإضافة هذه الخلطة أو هذا الخليط باليد تقومون بتمريره على كل خصلات الشعر حتى نقوم بتقطية الشعر بالكامل يمكنكم أيضا تدليك به فروة الشعر لأنه يحتوي على أعشاب مفيدة للفروة تقوي الشعر تعالج كذلك التساقط وسوف توقف كذلك حتى التساقط مكونات هذا الكيراتين رائعة ومغدية للشعر كما قلت نبدأ خصلة بخصلة إلى غاية ما نقوم بتغطية الشعر بالكامل ثم بعد ذلك نقوم بتغطيته ببوني أو غطاء بلاستيكي يعني الطريقة بسيطة جدا وفي الأخير تقومون بأخذ فوطة قوموا بتبليلها بماء يكون ساخن وضعوها فوق البوني ضعوها فوق البوني لتسخين الفروة وأيضا تسخين الشعر حتى تتغذى أو يتغذى الشعر جيدا بهذا القناع لأنه كما قلت لكم فهو كيراتين وأيضا مغذي ومقوي للشعر لذلك فهو آمن وسوف يعطيكم نتائج رائعة اتركوه تقريبا من الأحسن تركه مدة ساعة إلى ساعتين اتركوه على الشعر مدة ساعة إلى ساعتين حتى يتغذى الشعر جيدا بعدها سنقوم بغسلي وذلك باستخدام الشامبو والماء الدافئ بالنسبة لرائحة الشعر سوف تكون رائحة رائعة لأننا استخدمنا أعشاب سوف تترك لكم رائحة رائعة رائعة في الشعر والمكونات رائعة كما رأيتم مرطبة ومغذية للشعر أيضا إذن كما رأيتم هذا هو كيراتين اليوم للشعر لتقويته تنعيمه وتغذيته قموا بعمله تقريبا على الأقل ثلاث مرات كل أسبوع ثلاث مرات كل أسبوع ستحصلون على نتائج رائعة إذن حبيبتي أتمنى أن تشاركوا هذا الفيديو مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة أيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى تعم الفائدة إذن إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء